اليوم نريد أن نتحدث عن الجهاز الجديد من شركة أوبو يسميه أوبو رينو 6 برو 5G لدينا 4500 ملي أمبير للبطارية نستطيع أن نشارجها بسرعة لدينا شاشة كبيرة عليها 90 هرتز كثير من المميزات نحن معجبين فيهم خاصة من المسلسلة التي تعيدت التلفونات الرينو من الشركة أوبو أنا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس الذين يعملوا الاشتراك دعنا نتحدث عن التلفون الجديد من شركة أوبو هذا الرينو 6 برو 5G دعنا نبدأ شركة أوبو اعملوا لايك والسجلوا على الكنال حتى دائما تعرفوا عندما نزلكون فيديوهات جديدة هؤلاء كل الناس الذين يعملون في العلبة لدينا الشارجر هنا سوف نستطيع أن نستعمله على 65 واط لتشارج البطارية الموجودة هنا لـ 4500 ملي أمبير لدينا الـ USB-A إلى USB-C لتشارجر لتشارجر سماعات USB-C موجودة في العلبة لأنه لا يوجد الهدفون جاك وغير ذلك يأتي نغطي نستطيع أن نستطيع أن نغطي على التلفون كما نرى هنا هذا هو الهدف منه شركة أوبو الـ Reno 6 Pro 5G آخر تلفون نسلت منه في 2021 خاصة بالنظام عن الـ Reno الكاميرات الموجودة هنا 64 واط الثانية تكون 8 للـ Ultra Wide وآخر واحدة تكون 2 للـ Macro Lens الـ Dual Tone LED Flash موجودين وراء البطارية موجودة 4500 ملي أمبير لدينا شارجة بسرعة بالـ 65 واط يأتي بقلما على التلفون لدينا شارجة وغطاء معمولة من البلاستيك ولكن عندما يأتي عليه ترى أن الألوان تتغير خاصة بالـ Reno Glow عندما تتغير هذا الحركة قليلا يتغير الألوان يتغير الألوان يترى أزرق يترى أحمر يترى أصفر يتغير الألوان بشكل كثير منيح لدينا أيضا الـ Curve Edges موجودة هنا موجودة من وراء ومن أدام أيضا الـ Volume Rocker موجود على الشمال لأننا نستطيع أن نضبط التصويت على اليمين يوجد زر نظر وغيركن هناك أشعر فقط لدينا أنتلا لدينا موجودة قمنا بالتأكد هو 6.5إنش وعليها كما بإظهار يمكن أن نضبط عدة شغلات. وغير ذلك لدينا 90 هرتز على هذه الشاشة. عندما نتحدث عن هذه الحاسوب موجودة هنا، نستطيع أن نستعمل تليفون 855 بين 855 و 865. عندما نرى الحساب يأتي لنا 804 للرقم، نرى هنا تقريبا بين 855 و 865. يمكن أن يكون لدينا إمكانيات لدينا 2 SIM cards على هذا التليفون 5G. وغير ذلك سوف نستطيع أن نلعب عليه ألعاب. التليفون موجود عليه أندرويد 11 عندما نسحبه إلى تحت. دعنا ننزل إلى هنا. عندما ننزل على الـ SETTING، ننزل إلى تحت على الـ About. سوف نرى هنا اسمه Reno6 Pro 5G. لدينا الـ ColorOS 11.3 على أندرويد 11. لدينا 12 جيجابايت رام و يمكننا أن نزيد زيادة أيضاً. ليس مضبوطاً عدة زيادة رام. ولكن لدينا أن نستعمل من الزيكرة الموجودة للتليفون لنستعمل رام الزيادة بيسمها Page File System. نستطيع أن نزيد تقريباً 7 جيجابايت رام لفوق للتليفون. سوف نزيد على 7 جيجابايت رام و يصبح تقريباً 19. لدينا 256 جيجابايت للذكرة. لدينا تقريباً 200 باقيين علينا هنا. و كما نرى هنا نستطيع أن نستعمل اثنين سيم كارد. لأنني أستعمل سيم كارد واحد منه للتليفون. الآن لدينا في أمريكا لدينا 5 جيجاباً. لأن هذا التليفون ليس معمول للسوء لدينا في أمريكا. عندما استعملته، لدينا 4 جيجاباً لدينا تقريباً 777 إلى التنزيل. و تقريباً 40 للتطليق على الإنترنت. لدينا كثيراً كثيراً. ولكن إذا لم تكن 5 جيجاباً، يمكنكم استعماله على T-Mobile في أمريكا. و تأتي لكم هذه السرعة الموجودة عليه. فقط ذلك كل شيء يجب أن يكون للتليفون سريع. والسيستام كله مضبوط. كله الكلور أسه 11.3. لا يوجد مثل المميزات الدارك مود. يمكننا أن نضبط كل المميزات. نشاهدها هنا كماناً على الـ Customization. يمكننا أن نضبط الـ Themes. الـ Wall Papers. الـ Always On Display. لأن هذه الشاشة AMOLED. الـ Icon Pack. الـ Layout. يمكننا أن نغير الـ Fingerprint Sensor. يمكننا أن نغير الـ Edge Lighting. لأنه عندما يأتي لنا معلومة جديدة عليه للتليفون. يدوي على الجوانب اليمين والشمال. يمكننا أن نضبط أيضاً الألوان. و كل هذه الشاشة موجودة داخل. تحت الصوت يمكننا أن نضبط الـ Dolby Atmos. موجودة إلى تحت. و يمكننا أن نضبط كل شيء مضبوط. التليفون ليس لديه ستيريو سبيكر. لكن الصوت طبعه كثير من يمكننا أن نسمع عليه. و نستمتع فيه للتليفون. و كما رأينا بالعلبة. يمكننا أن نسمع سماية USB-C بألوان. و هذه الشاشة موجودة. يمكننا أن نستعملها صغيرة. و نستعملها كل شيء كما نريدها. لكن لن أغير الأشياء. و نفتح تطبيق أخر. إذا كنت أردت هنا على اليمين. و تبدأ أن تصبح ويندو صغير. يسمونها فوقها على اليمين. و غير ذلك. إذا فتحتها و أريد أن تنلني ماشيها. و لا أريد أن نرى طالب. يمكننا أن نضعها على الشمال. و تضغطها على الشمال. و يمكننا أن نرى. و نستعملها كما نفتح على الوصول. و نستعمل التطبيق. و نستعمل التطبيق. و كل شيء يمشي مضبوط. و هذه الحالة يتمشي منيحة. خاصة على التطبيقات التي تستعملها ببلاش. و يجب أن يكون التطبيق بقلب الشاشة التي تستعملها. مثلا اليوتيوب ميزيك. إذا لم يكن هناك إشتراع معه. هذه الكثير منيحة. تبدأ للموسيقى. و تضغطوها. و تستعملها على اليمين. و تظلها تمشي مضبوط مثل العابة. و دعنا أتحدث على الكاميرات موجودة هنا. كاميرات موجودة هنا قد أخبركم للكاميرات موجودة. السيستام الموجود يوجد نطبيق. وهناك و نجد Night mode. وهناك فيديو. و نأخذ صور. و أيضا بال Lambert. و أيضا بالدناء. و أيضا بالدناء. و أيضا بالدناء في ذلك. و أيضا بالشاوية. و الأماقات الأخب. و الأحواء الأبر. و موية. و التقراء بسرعة. تقرأ و تأخذوا صور على الكتابات و تصوروا ورق و لدينا أيضاً الماكرو لنستعمل الـ 2 ميكا بيكسل سنسور الموجود لورق ستكر و السولوب الآن السولوب هذي شيئاً كثيراً حلوة بتعجبني فيهم فيهم لتلفوناتهم لأوبو لأنه يجعلنا نعمل مميزات حلوة كثيراً مثلاً هالفيديو الصغير اللي أنا عمله هون مثل عم تشوفه أخذت كم صورة بالباك يارد الصورة بتطلع كثير منيح و تعمل الـ customizations مع المصيق أنا ما عم دورها لأنه ما بعرف إذا الغنين عم بيستعملوها عليها كابيرايت ولا ما فيها بس مثل ما عم تشوفه شكله كثير منيح و فيكم تعملوا عدة شغلات و فيه لكم تعملوا هيك هالتنظيم هون عين لنا نحن الخيمة بالباك يارد تبعنا مزبطناها لأبنة اللي هيعب فيها سو كثير حلوة ومظبوطة و فيكم تعملوا دغري بقلب الكاميرا تحت المور بتعمل السولوب تنبلتس ولكن دعني أعطيكم كمان أن تحت الفيديو نستطيع أن نحمل أحسن شيء 4K 30 frames per second مع الكاميرا الأساسية معناتها 64 ميجا بيكسل الموجودة له ورعا كل الكاميرات الثانية تعمل على 10ATP وإذا ندور الـ stabilization تنزلها للـ 10ATP وإذا ندور الـ AI تصبح 10ATP 30 معناتها أي شيء نعملو غير التطبيق لأن نستعمل الكاميرا مثل ما هي ميسكينة مزبوط تنزلنا للـ 10ATP ولكن الصورة تظهر كثير منيحة لدينا أيضا مميزة جديدة من نزلنا يسميها بوكي فلير بورترات إيميج هذه هي التي تغبّش الصورة ورانا عندما نأخذ الفيديو وما يحدث؟ تصبح الآن تصبح الضوء أي شيء من شكله مثل أنه ضوء يحدث شكله مثل أنه لمبة صغيرة لذلك أعطيكم عليها كيف نعملها والتي أعطيكم كثيرا كمان أن نستعملها على الكاميرا الموجودة وعلى الكاميرات الموجودة وعلى الكاميرا الموجودة وعلى الوراء على الريناو 6 Pro 5G حسنا أصبح مجرد الكاميرا الموجودة على الريناو 6 Pro 5G الكاميرا لديها جديدة مثل في السنما ويقوم بعمل الفيديوهات يتغبّش منظر ورائي ليس فقط مثل هذه المنظر ومثل تقوم بكاميرا صغيرة حوالي هذا الضوء جيد من الشمس ليس لهم لمبات ولكن المنظر حلو وستطيع أن تسجل فيه على 30 فريم سيقوم الآن ولكن تنزلنا من 4K إلى 10ATP لذلك سيبدأ أول شيء بالكاميرا الأساسي الموجودة على 4K 30 فريم سيقوم الآن عندما نستعمل الكاميرا الأساسي الموجودة 64 ميجابيكسل ونستطيع أن نعمل فيها 4K 30 فريم سيقوم أحسن شيء الشيء الذي نريد أن نعرف أنه إذا نستعمل أي منهم الفلترات الموجودين هناك الـ AI الـ AI اللي تجعل كل شيء أسود وأبيض وأنا سأكون الوحيد الـ AI والـ AI اللي فجرتكم عليها الفلير اللي نضعها أول شيء وكلنا نستطيع نصور بالأبيض الأسود إذا نريد أن نستعمل سيكون 10ATP ولكن أحسن صورة تكون على 4K 30 فريم سيقوم نستعمل الـ AI كما تجعلها كل شيء حولي سيكون أبيض وأسود أنه الوحيد كثير مني أحسن أن نصور ونعمل صوت وصورة كما تعرفون 10ATP ولكن على الأقليل لدينا عدة اختيارات نستعمل على الكاميرات الموجودة هنا على الـ Reno 6 Pro 5D وكما عادة نعمل علينا التليفون سنعلق الصوت الآخر سننعمل أليكس كريندو جامبو من NCS ونعمل الفيديو موسيقى دعنا نظر على الألعاب دعنا نرى السيستام يمكننا أن نرى عدة الألعاب الذين نزللون عليه للتليفون يمكننا أن نرى كما استعملناها للألعاب وغير ذلك إذا سجلنا فيديوهات وإذا أخذنا كم صور منهم للألعاب أنا مسجلهم أترجوكم عليهم مظبوط يمكنكم كل المميزات تعيط الألعاب بقلبها للسيستام عندما تدوروهم يمكنكم أن تسجلوا الفيديو يمكنكم أن تعملوا أيضاً الألعاب الـ PUBG Mobile تقدروا تضبطوها كل شيء مظبوط الحالية التي يوجد له التليفون هو أن الحاسوب الـ Dimensity 1100 قوي كثيراً مثل ما تلكهم 855 لتقريباً 865 بالنصف بيناتهم ومعنات الحاسوب منه أقوى الشيء مثل 888 بس يوفرنا البطارية ويقدر يعطينا الإمكانيات الموجودة عليها الحاسوب موسيقى 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 تان�드 تقي여� racks اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة